اليوم سنتعلم مع بعض كيف نعمل هالقلشين الحلو لعمر بيبي او عمر سنة لعمر سنتين مقاسي اللي انتي بدك يعطي طبعا الغرزة المعمولة بهذا القلشين هي بريد امامي وبريد خل والسفلة انا عملتك لون اسود طبعا انا فيه فيديو للسفلة شارحة فيه السفلة وكيف تفاصيلها فيكم ترجعو له راح اطلقونيها بصندوق الوصف وبعلامة الايفو راح نشوف كيف راح نعملك كل التفاصيل والمقاس اللي بالتقنيات طبعا كتير كتير سهل وانا عاملت السفلة دبل شايفين عاملتها دبل كيف يعني دبل يعني طبقتين من الصوف امكان وانا يعني لما يكون الولد بيمشي فبحب انه تكون السفلة سميكة منشان الوقت يدعس يعني تكون دافية على رجله ادفل بالنسبة للرجله واطرب تماما شايفينه شو حلو ماسك حالو كتير انيق ومرتب وانا متأكدة انه كتير كتير سهل للمتديئات الادوات المطلوبة طبعا متل مو شايفين عندي خيط اخضر طبعا الشوي صغيرة راح اخد عندي خيط احمد وعندي الخيط الاسود طبعا السفلة وعندي خيط رمادة وخيط أبيض تماما وبيلزمني، ناجد النارة رقم اثنان ونصف شايفين؟ ناجد النارة رقم اثنان ونصف طبعا هاد افا هذا الوش. وهاد افا هذا الوش. ونحطهم على الافا على الافا. وبدي اه سكرهم مع بعض. طبعا انا رح سكرهم باللون الرمادي. مشان يبين معكم. بجيب اللون الرمادي. بدخل باول غرزة. طبعا هو مو كتير واضح لانه اسود. لكن بدخل باول غرزة. بربط الخيط. تمام. بدخل الخيط بيناتهم من شان تنظيف. وبعمل غرزة اه سلسلح تمام. بنتقل للي بعدها وبدخل بالتنتين. بسحب الخيط وبعمل. غرزة حشب. بريد بدخل باللي بعدها. بسحب الغرزتين اللي مقابي البعض. بسحب الغرزتين من هون ومن هون. مقابي البعض. بسحب الخيط وبعمل غرزة حشب. بنتقل للي بعدها. اول واحدة. بعد تانية اللي بتقابلها. بسحب الخيط وبعمل غرزة حشب. هكذا هيك لنهاية هذا الدرب وبكون قفلتهم الدينتين مع بعض. تمام. باخد اللي بتنهي. اول غرزة شايفين. طرف الاول والطرف التاني. بنتقل للغرزة اللي بتقابلها بالسفلة التانية. وبسحب الخيط وبعمل غرزة حشب. وهكذا لنهاية هذا الدرب. كمل نفس الطريقة. بما انك انت عاملتين نفس العدد ونفس المبدأ. فما راح تفرق معك ابدا كل غرزة. ببقابلها غرزة. وهكذا هيك لنصل لبداية السطر. بختمة ومبقطع الخيط اللي الرمادي. راح اوصل الخيط الأحمر. تمام. راح اكمل هذا الدرب وارجع. حسنا. 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 ربطت الخيط الأحمر وعملت غرزة سنسلة. تمام. حسنا شو 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 شنو. هاي عمدي الغرزة هي عبارة هاي السمبلة تبحها. هون اللفة الأمامية واللفة الخلفية. انا بدخول باللفة الخلفية. تمام. بسحب. عفوا هون عملت سنسلة وبرتفع سنسلة تاني. تمام. وبلف الخيط. لانه هلا بنتي اشتغال عامود بلفة. بدخل باللفة الخلفية. تمام. وبسحب الخيط. وبعمل غرزة عامود بلفة. تمام. امتال لي بعدها. كمام. بدخل باللفة الخلفية. وبعمل عمود بلفه بدخل باللفة الخلفية وبعمل عمود بلفه استمر هكي بدخل باللفة الخلفية وبعمل عمود بلفه هيك لنهاية الدرب كل غرزة بتقابلني أنا رح أعمل فيها عمود بلفه كل غرزة بتقابلني أنا رح أعمل فيها عمود بلفه هيك لأصل لنهاية هذا الدرب شايفين؟ انا بكون هاك عم ببني الدرب الاول من السليبر او الالشين رحكمل هذا الدرب وارجع لكم ان تشوفوا شكله لهذا الدرب هاك بعد ما خلصت هذا الدرب الاول هلا بدي ارتفع لأعمل الدرب الثاني ها ارتفع بسلسلتان وهلا بالعامود الاول انا رح اعمل بريد امامه انتقل لأعمود اللي بعده وبعمل بريد خلف انا نظر لأعمود بريد خلف بريد امامي بريد خلف انق Verse 3 لا بزوّد و لا بناس بريد أمامي، بريد خلفي بريد أمامي وبريد خلفي هيك لنهاية هذا الدرب طبعاً بختم هذا الدرب التاني بارتفع بالدرب التالت نفس المبدأ فوق البريد الأمامي بشتغل بريد أمامي فوق البريد خلفي بشتغل بريد خلفي هيك آآ لي يخلص الدرب يعني مكون نعمل الدرب أول وتاني والتالت من دون ما نقص تمام؟ سوف أكمل أرجع لكم فقط بعد حول درب أعمدة سادة درب الذي يباري عن بريد أمامي وبريد خلفي وعند درب أعمدة درب الذي يباري به وبرده وفوق البريد أمامي وبريد أمامي وبريد خلفي وبريد خلفي حلنا أخذت هذه الأنها الأنها يجب أن يبدأ بمقال حقط علامة بالنصف شايفني؟ هي على العامود البريد الخلفي شايفني؟ خط النص طبعا من هون خط النص وحطيت علامة تمام؟ هلا ابعد من ناحية العلامة لأعمدة البريد الأمامي ابعد البريد الأمامي تمام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهاثة البريد الأمامي السادس Labor Below وبعد بريد العلامة اض昭 gems تمام؟ برض من الطرف الثاني نفس الشي بعد البريد الأمامي شايفين البريد الأمامي؟ من عند البريد الأمامى وبعد بريد العلامة ستةpaper واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهي ستة تمام؟ بالسادس انا بحط علامة بحط الماركر تمام هلأ بقى بشتغيل هيك لأصل للعلامة الاولى يلي هي هون بشتغل فوق كل عامور رح ارتفع سنسلتين وبعدين البريد الامامي بشتغل بريد امامي والبريد الخلفي بشتغل بريد خلفي هيك لأصل للماركر الاول بريد امامي فوق البريد الامامي بريد خلفي فوق البريد الخلفي تمام رح اكمل لأصل للماركر وبرجع لكم هلأ هيك وصلت لعلامة الماركر يلي هي عبارة محبوطة بالبريد الامامي تمام بقيم الماركر وباخد العمود البريد الامامي تمام بعمله بس ما بكمله بنتقل للبريد الخلفي اللي بعدها تمام بشتغله بس ما بكمله صار الاثنين على السنارة بسحبه سحبه واحدة هذه هي اول غرزة التناقص برجع الماركر من شام ماضي في غراز التناقص هذه هي اول واحدة يجي على التعني نفس المبدأ باخد البريد الامامي بنتقل البريد الخلفي تمام بشتغله وما بكمله سحبه سحبه واحدة هذه الثالثة غرزة التناقص سحبه واحدة وهذه رافع غرزة التناقص تمام وهلا خامس غرزة تناقص بريد امامي وبريد خلفي مع بعض تمام هي عملت خمس غرز تناقص وصلت للماركر النصاني شايفين هلا انا عندي هون بدي اسحب البريد الامامي مع البريد الخلفي اللي في النص مع البريد الامامي اللي بعده تمام يعني بدي اعمل غرزة تناقص سلاسية راح ايم علامة النص لانه خلص انا ما عد بديها راح ااخد البريد الامامي اشتغله وما بكمله انتقل للبريد الخلفي اللي بعده كمان بشتغله وما بكمله انتقل للبريد الامامي اللي بعده كمان بشتغله ما بكمله وبسحبهم ساحبة واحدة شايفين صاروا عندي لثلاث غرز كمان عبارة عن غرزة واحدة هلا هون نصير عندي غرزة البريد الخلفي عكسنا الشغل طبعا غرزة البريد الخلفي راح اسحب محا غرزة البريد الامامي قبل علامة النص كنا نصحب غرزة البريد الامامي بعدين غرزة البريد الخلفي تمام هلا اخذت غرزة هون الغرزة السلاسية اللي سحبناها نقصناها هلا ناخد اول غرزة بريد خلفي تمام نكمله بعدين بريد امامي نصحبهم صحبة واحدة وهي اول غرزة تناقص ننتقللب بعدا بريد خلفي وبريد امامي سحب الرحل هيتعني غرزة تناقص بريد خلفي بريد امامي سحب الرحل وهي ثالث غرزة تناقص بريد خلفي ك�� تمام بريد امامي رابع غرزة تناقص هلأ ضلت عندي آخر غرزة التناقص هي الخامسة تمام بريد خلفي والبريد الأمامي يلي في الماركر تمام سحباً صحبة واحدة وبرجع الماركر لشان ما أضيع أنا غراز التناقص هلأ بكمل شغلي عادي كل بريد خلفي بيقابلني بعمل فوقه بريد خلفي بكل بريد أمامي بيقابلني بعمل فوقه بريد أمامي هيك لنهاية الدرب ونشوف شو راح نعمل تمام انتبحتوا معي عملنا خمس غرز تناقص تمام بعدين غرزة تناقص ثلاثية بعدين خمس غرز كمان تناقص يعني صار هلأ عندي مجموع غرز التناقص هنين إدعشار غرزة تمام من هذا الماركر لهذا الماركر إدعشار غرزة تناقص سأكمل هذا الدرب وبخطمة وبرجع بكمل فوق البريد أمامي بريد أمامي فوق البريد خلفي بريد خلفي لأصل لغرزات الماركر تمام سأكمل لأصل للماركر وارجع هلأ هيك اشتغلت لوصلت للماركر تمام هلأ بقيم الماركر هلأ أنا عندي خمس غرز قبل الغرزة النصطانية التناقص رح أخذ الغرزتين فالخمسة رح يصيروا غرزتين هاي أول عمود تمام أخذته هاي غرزة التناقص الأولى اللي من الدرب اللي قبله أخذتها وما كملتها انتقل لغرزة التناقص الثانية طبعا أنا بأخذ فقط أنا اشتغلت غرزة بريد أمامي وبريد خلفي بالدرب اللي قبله سحبتهم سحبة واحدة صح فصاروا غرزة واحدة فأنا بلقط بهذا الدرب فقط غرزة البريد الأمامي تمام بعملها وما بكملها بسحبهم سحبة واحدة مشان غرزة ما ينتزع موديلة تمام هاي هلأ بنتقل لغرزة التناقص الثانية اللي بالدرب اللي تحت هذه صحبة فيصحبها ما بكمله بنتقل غرزة البريد شايفين انا بس MY باخذ انا اعتغلت بهي الغرزة اللي تحت بريد أمامي وبريد خلفي سحبتهم مع بعض فباخد بس البريد الأمامي تمام ويصحبهم مع بعض تمام هاي هلأ هاي زادت عنتي من الخمسة هاي الخمسة هاي السلاسية وهي الخمسة �تزيد من هاد الطرف تمام هاي الخمسة اللي رح تزيد من هذا الطعب رح اسحبهم هادور سحبة واحدة تمام هيك هاي الغرزة السلاسية اللي سحبتها بالدرب اللي قبل هاي الغرزة اللي قبلها وهاي الغرزة اللي بعدها تمام صالة تكون واضحة الصورة بالنسبة لكم فهي أنا رح اسحبها وما كملة تمام طب أنا هون أنا أخذ بريدين أماميات وهي عبارة هاي السلاسية عن بريدين أماميات ووحدة سلاسية صح؟ فأنا رح أعمل بالبريد الأمامي الأول ما كمله ورد أعمل بالبريد التاني ما كمله بريد الأمامي التاني وما كمله رد انتقل للبعدة أعمل بريد أمامي تمام ما كمله صاروا عندي أربعة على السنارة لكن أنا فعليا اختصرت ثلاثة مو أربعة بس لأنه هاي من شان ما ينتزع نصق الرسمة تمام هي عبارة عن وقتها السلاسية أخذت بريد أمامي بريد خلفي بريد أمامي تمام سحبتن صحبة واحدة فمن شان ما ينتزع المودي أنا هلا أخذتن هنه نتنتي تمام هاي هلا بنتقل للي بعدها بريد أمامي باخدها برد بنتقل للي بعدها باخد بريد الأمامي تمام بسحبن صحبة واحدة دلال للي غرزة تناقص واحدة يلي هنين هاي آخر غرزة تناقص هاي واحدة هاي يلي بالماركر تمام بسحبها هاي يكون هاي رح حط الماركر نسيت حط الماركر بهدي رح لما بلشت فهيك بيكون صاروا عندي 11 غرزة تناقص صاروا عندي 5 غرز تناقص تمام صاروا عندي 5 غرز تناقص 1 2 3 4 وهي الخامس سوف اضع الماركر رح نتمل فوق البريد أمامي بريد أمامي بريد أمامي فوق البريد خلفي بريد خلفي بريد خلفي بريد خلفي هلأ وصلت للماركر هلأ عندي خمس غرز تناقص رح أسحبهم سحبة واحدة تمام هلأ خمس الغرز تناقص رح أسحبهم سحبة كيف رح أسحبهم طبعا أنا هون وصلت فوت براس الغرزة شايفين بنتقل لراس الغرزة اللي بعدها هلأ بسحاب الخيط وبعمله وما بكمله بنتقل للي بعدها بدخل واسحب الخيط شايفين ما بكمله بعدين بنتقل للي بعدها هيصار عندي تنتين هاي الثالتة بدخل اسحب الخيط ما بكمله شايفين ما عم بدخل أنا براس الغرزة بنتقل لراس الغرزة اللي بعدها هيك وبسحاب الخيط من قلبها ما بكمله وصلت لآخر الغرزة هي الغرزة الخامسة شايفين عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي الغرزة الخامسة شايفين كيف دخلت أنا دخلت من هون طلعت من وراها شايفين من راسة هيك للراس الثانية سحبها هيك وعمل غرزة وما بكمله وبعدين بسحبون بسحبة واحدة تمام هيك كون سحبت الخامسة مع بعض هلأ أتكمل شغلي بريد خلفي بريد خلفي بريد الخلفي بريد خلفي عادي متل ما منشتغله بالعادة على جسم العمود بريد أمامي كمان بريد أمامي وهكذا لنهاية تمام بريد أمامي وبريد خلفي هيك لنهاية الدرب رح أختمه وارجعلكم بالدرب لبعد هلأ هيك بعد ما خلصت تناقص وخلصت الدرب وختمته هلأ الدرب الأخير أكون ختمت اللون الأهمار رح ارتفع بنسله وبنفس المكان أنا رح أعمل غرزة حجب تمام الآن بكل غرزة بتقابلني أنا رح أعمل غرزة حشو ها رح نقص ولا رح تزوج كل غرزة بتقابلني هاعمل فيها غرزة حشو كل غرزة بتقابلني أنا رح أعمل فيها غرزة حشو تمام رحكمل هذا الدرج وختمه وقطع الخيط لنشوف كيف رح نعمل الكنار الأخضر تمام رح نشوف كيف رح نعمل هذا الكنار الأخضر رحكمل درب الغرزة الحشو كل غرزة بتقابلني رح حط فيها غرزة حشو ما بزور ولا بنقص تمام رحكمل هذا الدرب وأرجع وهلأ بعد ما خلصت قطعت الخيط الأحمر وحطيت الخيط الأخضر وين؟ بالنصف شايفين؟ محل ما ختمت الخمسة غرزة الحشو اللي فوقها أنا حطيت شكلة الخيط الأخضر فيه أعمل سنسليب نفس المكاني اللي أنا دخلت اللون الأخضر فيه وفوق كل غرزة بتقابلني أنا رح أعمل غرزة حشو فوق الغرزة بتقابلني أنا رح أعمل غرزة حشو هيك لأصل لنهاية هذا الدرب طبعا أنا ما رح أشكلهم مع بعض رح أصل لنهاية الدرب وأرجيكم كيف يعني ما رح أختم للدرب بغرزة منزلقة أنا هون شغلي بهذا الدرب مدائري رح روح وريد أرجع تمام؟ ما رح أشتغل دائري هلأ منشوف بس لأخلص هذا الدرب منشوفك شو أصدق وهلأ هيك خلصت هذا الدرب شايفين؟ كمالت الدرب الأخضر هيك لوصلت للنهاية شايفين؟ هلأ أنا ما رح أشكله بمنزلقة هون بدايته لا حارتفع بسنسلة وأرجع بالشغل شايفين؟ حارتفع سنسلة تمام؟ وإلى بالشغل شايفين؟ هاي فرزة الحشو هي عبارة عن لفة أمامية ولفة خلفية أنا باللفة الخلفية رح حط غرزة حشو تمام؟ حط غرزة حشو تمام؟ باللفة الخلفية بلف على السنارة وبعد واحد اثنين بالتالتة بدخل بالغرزة التالتة باللفة الخلفية تمام؟ وبعمل خمسة أعملة بعمل خمسة أعملة هاي واحد اللفة الخلفية تمام? هاي اتنين. وهي تلاتة. هاي اربعة. هاي خمسة. تمام? هاي خمسة اعمدة. اللفة الخلفية شايفين? بعدين ابعد. واحد. اتنين. دالتة. بدخل اللفة الخلفية. شايفين? بدخل باللفة الخلفية. تسحب الخيط. بعمل غرزة حشو. تمام? حينها مشان اعمل فوكس على ايدي. احكرر. بعد واحد اتنين. التالتة. بدخل. وبعمل خمسة اعمدة. اللفة الخلفية. هاي واحد. هاي اتنين. هاي تلاتة. هاي اربعة. وهاي خمسة. اللفة الخلفية. تمام? بعدين ابعد. واحد. اتنين. تلاتة. التالتة. بعمل. واحد اتنين. التالتة. باللفة الخلفية. بدخل. بسحب الخيط. وبعمل غرزة حشو. تمام? مشان ينزل لتحت. شايفين? ما يطلع هيك لفوق. لا. ينزل هيك. اعطينا كنار لبرة. سحكمل بنفس الطريقة هيك لنهاية الدل. تمام? لازم نختمه بغرزة حشو بالنهاية. تمام? لا تنسوا باللفة الخلفية. رح كامله وارجع لكم. هايك بعد ما خلصت اللون الاخضر. اه شكلت القصات الخيط. وبجي بنطفه. طبعا انا رح اوصل مع بعضهم هاي. بابرة والخيط. كمام? وبنطف الخيط شايفين? لقطة لقطة هيك بس بالخيط. وانا بنطفه. هلأ اه بنطفه. وبعمل له وردة. طبعا هاي وردة جدا بسيطة. انا عاملتها اه بزن ع القناة. اه شوفوها. امكان ببندانة الراس. اه كتير سهلة. ما فيها شي. اه رح ساوي. واحدة بس انا ما رح ساوية بهذا الفيديو. من شاء ما يطول عليكم الفيديو لانه صار كتير طويل. فرح اكمل اه الالشين. رح نطفه. وحط له الوردة. وانشاء الله بشكل النهائي. وهيك بكون انتهى معنا السليبر او اللاكلوك او الالشين. وصار بشكل النهائي. شايفين شكله شو حلو. وشو انيق ومرتب. وسهل وما بياخد اي مجهود او اي وقت معي. طبعا انا اياس السفلة عنديها هي 13 سنتي. سهل وسريع. وبيدفي. يعني هاي الغرزة هي حلاتها انه هي سميكة. يعني بتحسي انه كأنه عملتي على طبقتين. كما بيتناسب مع السفلة اللي هي طبقتين. ما بتحسي انه من تحت مسمكة ومن فوق رقيق لا. الاثنين بتحسي يون قريبين نفس السمعكة وبتدفي وبيمسك بالرجل. اذا كنت وصلنا الى نهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو مفيد بالنسبة لكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليس القناة.